أكدت الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة وذلك تنفيذا لتكليف الرئيس سيسي للمؤتمر الوطني للشباب خلال إفطار الأسرة المصرية وذلك بالتنصيق مع كافة الطيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة وأوضحت الأكاديمية أنها ستقوم باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع